مسيرة واحدة تحمل علم فلسطين جعلت باب العمود ومعه كل فلسطين ودول العالم تفتح عيونها على السماء وعلى القضية وتفقد كيان العدو ومسيرة الإعلام الصهيونية الصواب كل الاستنفارات العسكرية والسياسية والإعلامية أسقطتها طائرة مسيرة الفلسطينيون كثفوا منذ الفجر انتشارهم وتصدوا للاعتداءات فيما كان المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت هي أيضا على المرابطين والمرابطات وحولت المنطقة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية الاستنفار الفلسطيني لم يقتصر على الجانب الشعبي وإنما شمل الجناح المقاوم الذي رفعت فصائله وغرفته المشتركة ثلاثية الأمة والشعب والمقاومة ومعادلة الربط بين الساحات واشتهرت سيف القدس الثنين التي كانت الصواريخ قد دكت قلبة الأبيب وحيفا في نسختها الأولى العام الماضي هذه التهديدات استدعت تحركا أمريكيا وغربيا وإقليميا لمنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة ربما لا تريدها واشنطن وحلفاؤها في هذا التوقيت لكي يبقوا الأضواء مسلطة على الحرب في أوكرانيا وشد الحبال بين الولايات المتحدة وكل من روسيا والصين وتأسيسا على هذا التحرك كانت قد طلبت واشنطن من حكومة العدو الإسرائيلي سحب فتائل مسيرة الأعلام لكن رئيسها نفتالي بنت يريد الاستثمار عليها في محاولة منه لإنقاذ نفسه بعد تهاوي شعبيته واهتزاز حزبه في ضوء استقالة أغلبية أعضائه اللبنانيون الذين يرصدون الوقائع الميدانية على أرض فلسطين يوزعون اهتماماتهم المحلية بين الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب للرئيس وهيئة المكتب بعد غد الثلاثاء وبين امتحان انقفاض سعر صرف الدولار إزاء الليرة والمسار التطبيقي لللبنانيين الذين أصدرهما مصرف لبنان الجمع الماضي فهل تشكل إجراءات البنك المركزي ضمانا طويل الأمد أم أنها مؤقتة وموضوعية علما بأن سعر صرف الدولار واصلا خفاضه في عطلة نهاية الأسبوع حيث تراوح اليوم بين 27600 و 27650 ليرة نقابيا فازت اللائحة المدعومة من حركة أمل وحلفائها في انتخابات نقابة الأطباء في 15 مقعدا من أصل 16